اشتركوا في القناة لمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواح ضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق كان قد حذر رئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أوليف شولتس من خطورة تصفية القضية الفلسطينية قائلا إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الفتورة لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر وأضف سيسي أيضا إن لكل من يهمه السلام في المنطقة نحن دولة ذات سيادة حرصات خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه وننميه ونسعى أيضا على أن يكون هذا المسار داعم لدول أخرى للانضمام إليه كان قد أدانا سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهل المعمداني مساء يوم الثلاثاء في قطاع غزة وقال السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تابعت ببالغ الأساء القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهل المعمداني مساء يوم الثلاثاء في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى المصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة وأضف رئيس سيسي لذا أدين بأشد العبارات هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقرارات الشرعية الدولية والإنسانية مؤكدا على موقف مصر دولة وشعبا رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين مطالبا بوقفها بشكل فوري إذن مشاهدين مرة أخرى قرر سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواح ضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني أشهدين شكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا دوما في المزيد أشهدين شكرا جزيلا على المتابعة